اشتركوا في القناة سيطرته على السباقات الدولية بمتابعة سمو شيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الاعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الاعلى للشباب ورياضة وسجل سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة لقبا جديدا في مسيرته المميزة في عالم رياضة سباقات القدرة واضاف انجازا جديدا للقدرة البحرينية التي فرضت سيطرتها على البطولة وسط المنافسة التي شهدتها طوال المراحل وبهذه المناسبة اكد سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ان مشاركة الفريق الملكي في بطولة مونتل سينا حققت اهدافها الكاملة في سبيل تأهيل الفريق للمشاركة في بطولة العالم القادمة موضحا سموه الى ان المراكز الاولى التي حققها الفريق في سباقين 160 كم و120 كم تؤكد مكانة الفريق في الساحة الاوروبية وقدراته العالية التي يمتاز بها وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان نتائجة التي تحققت في البطولة تؤكد ما وصلت اليه القدرة البحرينية من تطور وازدهار دائم بفضل الرؤية التي يسير عليها الفريق والسعي دائما لتنفيذ الخطة التي تم وضعها واشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالعطاء الكبير الذي بذله الفرسان طوال مراحل السباقات مقدما سموه الشكر والتقدير على جهودهم البارزة وحرصهم على تحقيق النتائج الايجابية وأقيم السباق 160 كم على 6 مراحل حيث اشتاز سموه جميع المراحل بنجاح وتمكن من انهاء السباق بنجاح ولم يحالف الحظ الفرس الشيخ محمد بن مبارك الخليفة باجتياس الفحص البيطري بعد ختم الجولة السادسة هذا وساهمت قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للجواد فالوت بحصوله على جائزة أفضل حالة جواد والمعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية وحقق فارس الفريق الملكي محمد عبدالصمد المركز الأول في سباق 120 كم فيما جاء الفارس يوسف الجبوري في المركز الثاني والمركز الثالث خليفة جمال السندي واستطاع الفارس عبدالرحمن الخاطري من انهاء سباق 100 كم للناشئين بنجاح فيما حقق الفارس محمد الرويعي المركز الرابع في سباق 120 كم للناشئين وشهد سباق 120 كم مشاركة الفارس الشباب سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد الخليفة موسيقى 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 إلى هذا الموقع الحمد لله على كل حال ثلاث سباقات على رأس ثلاث انتصارات في سباقات ممسهلة أبدا التحديات كانت فيها عالية والتحديات كانت فيها مختلفة سواء كانت تضاريس أرض سواء كانت خيل سواء كانت منافسين اليوم الحقيقة كان يعني يوم ممتع طويل فيها مغامرات فيه أمور يعني تحديات اضطرين أن نغير خطتنا أكثر من مرة ولكن الحمد لله على المخلص والحمد لله على التأهيل وحمد لله على الفوز وين كان الاستمتاع بالنسبة لك طويل عمر في المراحل والله أنا مستمتاع على ظهر هالأحصان هذا أحصان عظيم اكتشفنا بطل اليوم مستانس جدا أكلم جالة الملك اليوم واللي مفرحني الحين شوف مسابقة البست كندشن بعد بيفوز فيها إن شاء الله ما شاء الله لأن الأحصان فيه أحسن حال والمسافة هذه والسباق هذا أبدا ما أثر فيه الله ملك الحمد لله طويل عمر هل هذه تباشير للبطولات القادمة ومنها بطولة العالم؟ إن شاء الله إن شاء الله أنا أعتقد أن هذه السنة سنتنا واللي يكتبها الله قسمه ونصيب نحن نجتهد ما سنقصر والهادي الله أنت واجه الخير طال عمرك لاحظتك اليوم حتى من خلال مشاركتك لسيباق كنت تتابع الفرسان الثانيين ويابو نتاعش طيبة الحمد لله على كل حال ما قصروا تابعناها مؤدى وأداء طيب والنتائج اليوم كلها ممتازة نمو صورة